أن يمضي يوم كامل على صالح وهو ينتظر دخول الزبائن لمحله دون جدوى أصبح روتينا عاديا فرغم محاولاته المتكررة جذب الزبائن من خلال خفض الأسعار ومنح بعض الامتيازات لهم إلا أن مداخل محله تراجعت بنسبة زرعت الخوف في قلبه تغيير نمط الاستهلاك لدى الكثير من الجزائريين خاصة أصحاب الأجور الضعيفة الذين أصبحوا يقسمون روة بهم حسب الأولويات والبعض حصر مصارفه في الضروريات قدرنا كل شراء غالي بطاطا رأي 10 ألف كل شراء غالي في المرشي رأيك تشوفي الحالة رأي فارغة ورأي مشيقل رأينا خديم من سطابلولار رأينا غير لقطو من نومن أنا كان تريكو نشريه باريكزون نشريه اليوم نلبسو تلت أيام نعود نلبس واحد آخر ثم في العام نشري ربعة خطرات خمسة وكان نشري هذا مازي نشري حتى العام الجاي تراجع القدرة الشرائية أثر بشكل واضح على نمط الاستهلاك في البلاد والذي بدوره سيؤثر لا محال على عجلة الإنتاج والتنمية والمخرج الوحيد هو رفع القدرة الشرائية اشتركوا في القناة